نجد في هذا العصر الذي قويت فيه وسائل الاتصال وكثرت فيه أدوات الانفتاح نجد أن قوى الخير والشر فيه صراع بارز دائما لكن الغريب أن بعض الناس أو بعض الجهات تحاول إبعاد المسلم عن دينه في يد بعض المسلمين وهذا هو الخطير حين يأتيك المرض من الداخل يكون أشد وأقوى من أن يأتيك من الخارج ولهذا قالوا تخاف عدوك مرة وتخاف من تظنه صديقك ألف مرة لأنه قد يأتي الشر منه الفارق هو التقوى دكتور الفارق هو أن يفهم الإنسان دينه فيبعد هؤلاء الذين يريدون أن يبعدوه عن دينه تعلم أننا مأمرون بجملة من الفرائض والسنن وأننا منهيون عن بعض الأفعال لكننا ابتلين اليوم ببعض الناس يعلقون خلق الله بالظواهر من الدين ويبعدونهم عن جوهر الدين من المسائل الجوهرية العظيمة في الدين تعظيم شعائر الله وقد تفضلتم بالسؤال ما المقصود بشعائر الله قال الساداتنا العلماء كالإمام القرطبي والإمام ابن كثير وغيرهم من المفسرين قالوا شعائر الله هي كل ما يشعرك بالتقرب إلى الله كل ما يشعرك بعبادة الله كل ما وضع الله له أهمية في هذا الدين ولهذا جاءت الآية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نعم إذن حتى تكون معظما لشعائر الله يجب أن تكون تقيا والذي يعظم شعائر الله يستدل عليه بأنه تقي يتساءل المشاهد فيقول أعطي لنا أمثلة عن شعائر الله الصلاة شعيرة من شعائر الله شهر رمضان شعيرة الأعياد القرآن الكريم العلماء المسجد الأولياء المساجد الزوايا مكان العبادة الوالدان الأخ في الله كل هذه شعائر من شعائر الله تختلف في قدسيتها درجة ودرجة ترجمة نانسي قنقر